رفض قائد شرطة هونغ كونغ كريستان بن كونغ فكرة اجراء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في ممارسة الشرطة قال كونغ ان المتظاهرين الذين ارتكبوا اعمال عنف يمكنه استقلال هذه الخطوة للتحريد على كراهية جمهور ونشر انباء وهمية مضيفا ان الوضع راهن ليس حالة من الاشتباكات بين شرطة وجمهير ولكنه حالة من تطبيق القانون في ظل استمرار اعمال العنف مضيفا ان بعض التقارير المشوهة اثارت سوء الفهم عند جمهور وان الشرطة ستوضح الشائعات التي تصدر ضدها في اسرع يوقت ممكن وستوصل العمل بمزيد من الشفافية